وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ طبعاً هو حتى بالقانون الدولي الآن ومحرم يعني واحدة من الكبائر أنصحت المصطلحات نعم طبعاً تهجير القصرة يا أخي موشي قليل يعني بمثابة القتل أو بمستوى العبادة الجماعية ليش؟ لأنت من تجي على ناس في منطقة وهو بيوتهم وزرعهم وقياعينهم وطلعهم كليتهم مثل ما حصل عندنا بجرف الصخار وغيرها بالمناطق اللي بعد ما قدروا يرجعون لمناطقهم أي هذا تهجير قصري هذا حتى إذا أكو مسي واحدة واثنينة وارهابية وعشرة وعشرين ومية زين مو خمسين ألف ستين ألف الناس كله الأطفال والنساء والرجال الكبار السن وكذا شلهم علاقة؟ المهم الفكرة الفكرة الخروج من البلد عموماً يعني قبل من شنة نقول للشاب هو يريد يطلع نقول له يعني تخدم بلدك هنانه وإنت الله سبحانه وتعالى خلاقك هنانه ولا تحرم عائلتك منك وكذا يعني كان بيها مجال الأمور بعد 2003 تعرف صارت إشكالات كثيرة وإذا هو يريد يطلع ينفذ بجلده بالأخص في فترة الطائفية والقتل على الهوية وعلى الاسم شي تسوي له أنت؟ ظرف حاكم كان خرج منهم الكثيرين ولا زال هناك من الشباب من يتطلع أنه سصير فرصة حتى يفلت وبعضهم يغامر ويركب البحر بطريقة غير شرعية العبور من التركيا إلى اليونان وما إلى ذلك وبعض السفن غرقت وبعضهم ماتوا وبعضهم يعني كل هذا كل هذا يستوقفنا على أنه غاية الإنسان من الحياة شنو هم نرجع أنت غايتك تخدم دينك وغايتك الآخرة لو غايتك تتمتع بالدنيا إذا أنت تريد تتمتع بالدنيا لا والله عمي روح روح يم عم ميركل مثل ما يقولون الشباب تمام لو متمام إذا أنت تريد تتمتع في الدنيا وتترك الدين وتترك الثوابت وتترك الكذا ترجمة نانسي قنقر